نظمت هيئة السياحة السويسرية حفلا في مطار جينيف الدولي بمناسبة استيناف الخطوط الجوية الصينية بين بيجين وجينيف بعد توقف دام ما يقرب من ثلاث سنوات بسبب الوباء وفي أوائل يناير نشرت هيئة السياحة السويسرية عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية أعربت فيها عن استعداد سويسرا لاستقبال السياحة الصينيين وخلال الحفل قال مسؤول السياحة السويسريون إنهم مواثقون من أنهم سيلتقون بالعديد من الأصدقاء الصينيين في سويسرا في عام 2023 إنها أول طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الصينية تصل إلى سويسرا والسياح الصينيون مهمون جدا للاقتصاد السويسري نأمل أن يملأ الركاب هذه تائرة قريبا والسوق الصينية مهمة لصناعة الفنطقة في جينيف